اشتركوا في القناة وتهدف الحملة إلى نشر تدابير السلامة السبرانية لحماية المجتمع والحد من آثار المخاطر السبرانية المتزايدة بالإضافة إلى ترسيخ قيم المحافظة على الأمن الوطني وبهذه المناسبة أكد الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة أن قطاع الأمن السبراني يحظى باهتمام ودعم جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إيمانا برفع الجاهزية السبرانية لدى القطاعات بما يواكب التطورات الرقمية التي تشهدها المملكة مبينا أن الحملة تدعو إلى تكاتف جميع المؤسسات والقطاعات الحيوية والأفراد لبناء مجتمع نواع بالأمن السبراني ممكن بذلك النمو والازدهار نحو فضاء سبراني بحريني آمن وموثوق تحظى منظومة الأمن السبراني في مملكة البحرين بدعم كبير من قبل مختلف الأطراف حيث يعتبر الأمن السبراني في العصر الحالي أمر بالغ الأهمية ويوفر من جهته المركز الوطني للأمن السبراني وخصوصا في شهر أكتوبر والذي يعتبر الشهر العالمي للتوعية بالأمن السبراني فرصا كبيرة للتوعية في هذا المجال تهدف الحملة إلى التوعية بأساسيات الأمن السبراني بشكل أساسي كذلك توعية جميع فئات المجتمع سواء كانوا شباب أطفال كبار سن ذوي الهمم موظفين قطاع خاص أو قطاع عام اليوم عندنا المعرض المتنقل في مجمع الأفنيوز في مجموعة من الأنشطة التفاعلية مثل محاضرات التوعية التوعية الترفيهية وكذلك لقاء الخبراء الفنيين تقدم هذه المبادرة للأفراد والمؤسسات برامج تفاعلية لتطوير مهاراتهم والتجويدها وطرح الحلول وتبادل الخبرات هذا المعرض الذي يقام اليوم في مجمع الأفنيوز هو أحد المسارات التي نفذها في حملة بحرين نواعية لسنة الثانية على التوالي نبدأ نوجه لهم أسئلة معنية بالحفاظ على سابر سيكورتي هايجين أو اللهوة السلامة السبرانية والممارسات الصحيحة والتدابير الوقائية اللي ممكن يتخذونها أثناء استخدامهم للإنترنت والتكنولوجيا خاصة أن القطاعات جميعها تتجه للتحاول الرقمي وإحنا كمركز وطني الأمن السبراني نحرص أن هذا التحاول الرقمي يكون تحاول رقمي آمن حماية الشبكات والأنظمة الخاصة بتقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية من الأمور الهمة التي تطرح على طاولة الحوار بهذه المبادرة الهدفة لتعزيز البنية التحتية الرقمية الدعمة للجاهزية السبرانية بمملكة البحرين يطلق المركز الوطني للأمن السبراني حملته تحت عنوان بحرين نواعية للعام الثاني على التوالي في شهر أكتوبر هذا الشهر الذي يحتفى به عالميا لحفظ على الأمن السبراني بهدف زيادة التوعية وحفظ الأمن في كل مكان وزمان شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين شكرا للمشاهدة